بنات last period يلا let's start خيرين نبدأ our lecture for today last period بنات بدينا في يونت نمبر ايب بدينا في الوحدة التامنة صح كان العنوان تبعها different cultures مضبوط كان البيج كانت صفحة 60 60 اليوم ان شاء الله حناخد حنمر على meet the parents مضبوط yes السنة حنعوزها هنعوزها في اللي هو invitation to dinner هناخد اول question going to dinner الذهاب الى حفل او الى دعوة عشاء اللي هي كلمة مين يا بنات كلمة دينار هنروح لا اكسرسايز اذا meet eight be unit eight page sixty two صح يا بنات اللي هو eight be تمام meet the parents في في البوكس يا بنات going exercise number one بنات في الفكاب مفردات number one ابنات going الى حفلة وين كلمة عشاء ابنات دينار في عنا بنات بريك فاست بس في الغالب عندهم الفطور احنا الناس بنعزموا اوت ابرود في الخارجة بنات بنعزموا على العشاء لاجبت واجبت اللانش وبعدين واجبتها بنات مين دينار الغداء الغداء اللي هو اللانش الغداء والدينار العشاء بنات هذه الكلمة بنات what's this invitation invitation ايش يا بنات دعوة اه من كلمة invite مش من هالفيرب بنات هذه ناون وجاي من هالفيرب يعزم او يدعو كلمة invite invite وجاي من هالفيرب بنات مين invitation دعوات invitation دعوات عزومات اللي على ايش يا بنات على وجبة على وجبة العشاء number one let's discuss the vocab number one the host المضيف the one who receives الشخص اللي بيستقبلك you المضيف الشخص اللي بضيفك اللي بيعزمك على الدينار بنسميه الhost number one is the host if he is a man اذا رجل بنقوله انه host طب اذا كانت ومن بنقوله عنه the host سيجنبه المضيفة اذا the host المضيف and the host اللي جنبها الست اللي بتضيفك الومن الوايف بتضيفك بنسميه hostess المرأة يعني بتكون عنها المضيفة تمام حتى مضيفة الطيران يا بنات في في البلاين في الطائر بنسموها hostess المضيفة والرجل المضيف الطيار بنسميه host بس نحنا بنتكلم عن مين يا بنات عن وجبات نتكلم عن دينر واجبة العشاء في مفردات بتخص invitations دعوات invitations to dinner وجبات أو وجبة العشاء نمبر وان الهوست نمبر تو يا بنات من الهوستس المضيفة المضيفة ستل بالضيفك the person أو the woman who receives you باستقولك وبيكونه طبعا بالنسبالك انت ايش المضيفة a guest الشخص هو كمز اللي بيجع to your home بيجع بيتك منسميه الضيف الزائر أو الضيف المنسميه الضيف إذن هذه بنات الضيف ولا المضيف host هذا المضيف اللي بضيفك بالسميه الهوست إذن العكس لهوست بنسميه guest والجست عكس همين يا بنات الهوست المضيف والضيف مضبوط host ضيف hostess مضيفة guest ضيف اللي بيجي اللي هو arrives بيصل your home بيصل بيتك مضبوط يا بنات invite someone to dinner invite يعزم يدعو شخص على مين على وجبة مين يا بنات على العشاء وين يعزم أو يدعو invite ask someone تطلب من شخص to come to visit you and have dinner يتناول معك العشاء بنسميه invite يعزم يدعو إذن invite جاي منها لننونا بنات invitation هيا بنات هنا invitation دعوة invitation والverb منها بنات invite يعزم أو يدعو invite invitation دعوات invite يعزم أو يدعو arrive on time هذه بنات reach يصلوا arrive reached reached arrived arrived هذا منتظم اتنين منتظمات بنات reach reached arrived 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 الآن المشكلة فيها بنات يستخدم الآن موجودة on والله اين يا بنات موجودة on time وممكن يا بنات in time وين اللي بتكون يا بنات exactly بالضبط تماما وين اللي بتكون around حواليها يعني ممكن قبل before وممكن after لما قول عصير المثال the bus الباص بيجي على الساعة بنقول in time ولا on time on time اذا هذي exactly من حد بشوف كلمة exactly تماما exactly exactly تماما بالضبط اما هذا يا بنات حوالي حول الوقت كين قبل وبعد يعني واحد وصل على الحفلة وقال لك انا وصلت على party in time بفهم قبل ها بتجي تين ثلاثة او ممكن افهم انه بعدها بتجي تين ثلاثة لو كين لو قل لي on time يعني لا قدم ولا اخر هذي في الغالي بنا تيجي مع مين مع المواعيد الرسمية الاكتر في الرسميات يعني لما يكون قطار لما يكون باص لما يكون طيارة لما يكون مدير لما يكون موظف يكون لازم يكون مين on time منفعش يكون ممكن يكون in لكن انت لو بدك تروح تسافري على مكان تنتظري طيارتك بتروح on time ولا بتروح لهم in time on ولا in انا بقول in in عشان تسابجيلك تقعدينك خمسة بليس عقوا اسمك ويرتب امورك لو رحتي on بتضمنيش الطريق تاخد منك تخربط معاك ما تزبط معاك ممكن البص يسأل على السبعة ما تكون انت on time بالسبعة بالضبط تقى في جباله ممكن ما ياخد كيش فانت هتضطر تكون مين قابل in اكون قابل هاي الصح اذا الفرج بنات on time exactly at the exact time في الوقت المطلوب المحدد اه اما in لا in بتكون ممكن حوالين الوقت قبل او بعد بشوية shake واحد ايش بنات بصافح يصافح shake hand يصافح بالأيدي shake shake shock التصريف التاني shaken كلهم من الوال حاضر هاي بنات بتتكلم عن اللي هو الدعوة او العزومة او الذهاب الى وجبة العشاء بدنا نروح على العشاء حنقابل الكلمات هدول من العزومة ببنعوز بنات الهوست الشخص المضيف اللي بضيفك الرجل الرجل بنقول عنه الهوست المضيف اما اذا كانت الهو الوايف او الومن بنقول عنها المضيفة الهوستس الشخص اللي بيجي على البيت بيسميه الجسد الضيف ودول التنتين يا بنات قلنا عكس المضيف والضيف يعزم يدعو شخص ما على العشاء بعدين يصل في الوقت تماما ونقولنا يا بنات ايش الفريق بين قلنا بيكون لا قبل ولا بعد تماما بالضبط كلمة فيش لا قبل ولا بعد اما ممكن قبل وبعد مش اشكال لكن انا المفروض مني لو بتروح على مقابلة يا بنات على انت اروح اقعد شوية قبل بخمس دجايق بضمانش يزعجوا اسمي لا بكون انا قبل ان بكون قبل الوجه تهي الصح تمام يصافح بالياد بالايدي يصافح شيك كيس يقبله تقبيل فيه في الكلتشرز هذا احنا متكلم بنات مدام نتكلم عن دفرنت كيلتشرز ثقافات مختلفة من ضمن من ضمن التحيات بنات من ضمن التحيات غير الشيك هانز انه بصافح الستات عنا كيس ذير شيك لكن في الغرب لا ممكن لا حسب الكلتشر الثقافة بنات في الكلتنجز في التحيات يرحب في الترحيب في الجريتينجز في الجريت الجريت يرحب في الترحيب او في التحية بنات طبعا كيلتشرز ديفرنت الثقافات تختلف هانا كيس يقبل استارتر بنات اللي قبل ما تبده في الوجب الرئيسي يسموها استارتر ما نقول عنها بنات مقبلات استارتر المقبلات بعدين المين كورس الطبق الرئيسي يعني الوجب الرئيسي يلتكليها المين كورس اما الدزيرت يا بنات الحلويات اللي هو السويتس والبودينجز تحلي بعد الاكل نعم صحيح هاي بنات ايش قلنا هادي بنات ايش قلنا هادي الكلمة هادي حلويات اللي هي بنات حلويات بودينجز حلويات تحليا هادي بيخلف عن هادي بنات خدناها هادي ديزيرت هادي ديزيرت ايش هادي بنات لما قلناها في لوك لما كان بعيش ان ذا ديزيرت الشخص اللي كان بيسكن في منطقة آديليت كان بيسكن في منطقة اجتز هادي المنطقة اجتز هذا لك هو ها ايش يسميها هادي كلمة ايزان بتكون المنطقة هادي بتكون ايش بتكون اه ايش بتكون بتكون صحراء صحراء هادي بنات اذا هادي الصحراء اخدنا اين يا في سلط هادي ديزيرت صحراء وهادي أخدناها بنات في الكلاس اللي فعت لما تكلمنا عنه واخدنا كلمة بنات أخدنا أديلايد أديلايد واخدنا كوبر بدي اللي بسكن فيها لوك وقلنا كان يسكن في استوراليا كن بسكن إن ذا ديزارت في الصحراء تبعد كذا كذا صح أخدناها موجود هذه الكلمة ديزارت صحراء وهدي تخلف عنها يا بنات شايفين بكتنتين أس واحدة ديزارت ديزارت صحراء وديزارت هذه كمنات الحلوة الحلويات شايفين كيف شكلها بنات تنتين أس صح لأ بأس واللفظ يخلف البنات ديزارت ووحدة ديزارت ياتتين الآس إذن الثانية ده صحراء الأولانية البأس وحدة ديزارت أينها لقبليها قبليها كلمة مين كورس الطبق الوجبة الرئيسية الطبق الرئيسي اللي بنتناوله إذن بنات الهوست والمضيف والمضيفة الهوستيس والقسط الضيف وإنفايت سامون تو دينير يعزم وإنفايت سوق هذي مهمة كتير يصل في الوقت المحدد بالضبط يصافحوا وكس يقبلوا وستارتر المقبلات ومين كورس وديزيرت والحلويات بنات الآن خلينا نطلع على كوسش النمبر بي بس للمعرفة وارك أني جروب ديسكاس مرأت علينا كلمة ميل وجبة آخر مرة رحت فيها لوجبة آخر وجبة رحت إلى هذا كوستشن تمام مين كان مين يا بنات مين كان المضيف أو مين يا بنات أو المضيفة مين كان المضيف المضيف ومين الأول كانت إذا كانت واحدة مضيفاك كيف عرفينهم كيف المعرفة كانوا ريلياتيفز كانوا بيرنس كانوا فريندز أقارب هاو ماني قست قدش كانوا مين يا بنات الضيوف كم عدد الضيوف هاو مين هما؟ هاو معنى الثمن صح؟ ماذا كنت لديكم لكم ستارتر إيش كان مقبلاتكم؟ المين كورس كانت وإيش كانت نولتوا على الهو مين؟ الدزيرت الحلوية إيش كانت الحلوية تناولوها؟ حطولي اكسر سايز نمبر تو يا بنات على نمبر تو تيك صح؟ تخيل لقد دعيتها إلى منزل شخص ما على وجبة مين يا بنات؟ على العشاء في وين يا بنات؟ في أي بلد؟ في يو كي في بريطانيا تمام؟ إذن هذا الكلام العادات بتخص يو كي البريطانيين تمام؟ هاو هذه الجملة التمانية بدينا نحاول نعرف هالعادات وهذه صحة أو خطأ وإحنا إذا كان خطأ من صحيحة إذا كان إحنا قلتوا لا بنقول لا هذا كده عندهم نمبر وان إتس رود نكتب كلمة رود الشغلة بتكون شغلة غير مؤدبة كلمة رود ما ليس من الأدب كلمة رود يعني يعني وقاحة صح؟ إذن كلمة رود يا بنات يس يعني شغلة إتس رود يعني إنه ليس من الأدب ليس من الأدب إيش يا بنات؟ تروحي الوصول عن تايم عند البريطانيين يا بنات ليس من الأدب أن تكوني بالضبط طبعا هذا عند البريطانيين لا المواعيد مقدسة عندهم إذن هذا الجملة يعني وقاحة أو وقاحة إنك تكوني بالضبط عندهم هذي تروحي والله فولش بها لكم هذي فولش عندهم المواعيد بنات تايم عندهم مقدس سيكرد سيكرد انبورتان فاليوبل الوقت عندهم مقدسة خلص خلص كوني عندي تماما إذن هذه فولش بنات إتس رود أن تكوني وقحة أنت وقحة أو غير مؤدبة إذا وصلت في الوقت تماما لا فولش إتس بولايت من الأدب to take someone food تخديلهم معاهم تاخد شوية like egg or ice cream برضو برضو هذي بنات برضو فولس إتس بولايت أدب عندهم من أدب لأنك تخدي معاك هذي بنات فولس بحبوش تخدي كيكا أو تخدي معاك ice cream فوت معاك تخديلهم هذي بنات إتس بولايت لا عندهم إتس رود مش من الأدب يس لقالك إتس بولايت مؤدب انك تخذ معاك يقول لهم هدي نو هدي حطوه فولس بنا وقاح تسلمي على الناس اللي انت يو دونت نو عند الاجانب هدي فولس برضو انو عند البريطان مقبولة انك يو دونت نو سمبدي هدي عادي عندهم في ناس لا بتعرف ليش ليش بتسلم علي عندهم عادي مقبولة اذا نو 3 يا بنات انه من الوقاحة عن تسلم على حد مع ناس انت يو دونت نو هدي فولس كويس ولمشي كويس لما اقول اتس او كي يعني جيد عندهم بقول اتس او كي تكس بيبل يو دونت نو كويس عندهم في ناس بتعرفين مش تعملهم كيس هدي فولس المفروض مش جيد عندهم انو كيس تعمل تقبيل لستات او عندهم الاجانب حتى حتر ويمين اند من كيس ايش اذر عند الاجانب عاد لكن مع البريطان هدولا نو يو دونت نو مي عسي المثال احنا بريطانيين بريتش اتس اللي هو نت او كي ليس من الادب او ليس من الجيد ان نعمل كيس تمام نو مر فور هل مفروض إلا كيس اطلب اذن اطلب اذن اطلب اذن اطلب اذن اطلب اقول عن اذنك سوري اطلب عادي قال لك اطلب اذن اطلب اذن او اطلب اذن اذن اشي نمبر فايف برضو فالس من الوقاحة تبدأ تأكلي قبل سوري مش صح وقاحة episódio بالطورة تمت واحدة التالي فاع مع معظم الحب ناكل مع معظم نسا نسكت صعي قلصت البطاطا تمام هاو اش بده ياكم طايم بردوش لصغير بردوش ولمس اتس اوكي توليف تن منتس بعد ما تاكلي بعشر دقائق بس هذه بنات برضو اتس اوكي هادي فولس لازم تستني يو شود ويت يو شود بي بيشن تكوني صبورة تستني يو شود بي دونت ليف تغادرش تن منتس افتر وكأنو انت جاي تتعاس وطروح لا اكل وراء الله لا خليك شوية تقول شوية صحيح انت جاي بس تتداك لا اتس نات اوكي صحيح اذا نمبر سيفن فولس اتس بولايت تو اسك بيبل هاو متش تقولو انت بتجاعد تتحدث معم تقولو قديش قديش بتطلع قديش بتروع قديش بتشتفي شغل تاكل هادي لا مش كويس في ناس بيزعلو اه بيغير الموضوع هادي مش صح هادي فولس لما اقولك اتس بولايت لا اذا انا بنات في واحدة ترو مصبوط اكسرسايز نمبر تو تعطي البطاطا طوال ثالث وستد سيطوح سيرو نفس طوال ثالث وستاد صاح لامت صح يا بنات واحدة بس شوف الثالثة بنات نمبر ثري إنه من الوقاحة إنك صفحي الناس ناس أنت بتعرفه مش والمفروض أنت ناس مسلمة عادة إذن مش وقاحة إذن فولس صح ولا بنات روحولي على نمبر فور يا بنات ننتكلم عن شود وشودينت ومس في عندنا جرامر نتكلم عن شود نروح ناخد يا بنات لجرامر حطوا تيك على نمبر فور هاي هل بوذي جرامر شود مست 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 شود شود شودينت أند مست قاعدة الوحدة هادي بنات أول آيتم في بنود القاعدة تاعت المطلوبة منها في يونت نمبر ايت هنتكلم عن شود وشودينت وعن مين أبنات أه الآن لو قل لك أعسي المثال نستخدمها هادي لا جود أدفايس آه للنصيحة الجيدة وبد أدفايس أو نصيحة قوية أبنات 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 الأنجل يشد تصطدي ولا يشد استدنيات الأنسب آه بعد الأفعال يا بنات اللي زي هدول بنات بنسميهما بنات الهم مين موديل الأفعال المساعدة الناقصة دائما بعد بعد مصد أو شود أو شود انت يا بنات بنستخدم الانفنيتف لازم يكون انفنيتفاً لازم يكون مصدر لازم يكون الفيرب انزم يعني لو قال لي الآن يو شود وصلح الفيرب يا بنات بنقصين استادي ايش اصلحو بخلي ايه استادي زي ما هو آه وضالوا زي ما هو لكن لو كانتو ايش بنسوي فيها ايش بنسوي فيها بنشيلها لو حاطط لها اي انجي برضو ايش بنسوي فيها اذا تو لا اي انجي برضو برضو لا لا تستادي ولا استادي لازم يكون الانفنيتف الفيرب ايش يا بنات في المصدر الفيرب يو شود هاف يو شود هاف اما هو انت الآن ايش بدي ازا بدي كدي بهاف تو معناتها هاف تو معناتها هادي كدي يجب صح انت بتستخدم يا شود استادي يا شو يا يو هاف تو استادي واحدة من التنتين عشان كده احنا بنستخدم يا بنات برضو زيها زي كلمة مين ما هي كلمة مصد زي كلمة هاف تو مصد ماش خدناها هاف تو مصد فانت بتقوليش يو شود هاف تو بصير وكأنك حطيت اثنين مع بعض شود خلاص انصحك ان تدرس جامد او يو مصد استادي هار يجبوا عليك ان درس جامد يو هاف تو استادي هار اخدناها ها بنات في الضرورة في النسيسي بس هاليا بنات حين نتكلم عن مين عن ادفايس انصحك نصيحة اخاف مين اخاف شوية مع انه مصد للقوة بتستخدمها بس هنا مستخدمينها ها بنات انه ممكن انت تستخدمي في الجملة هدي مطرحها كلمة مصد وانا استخدمها بنات استخدمها مع شود ولا شيل شود ومطرح بنفعش اثنين ازن بسير يا بنات لو قل لك استخدمي قل لك háستخدمي لي مصد بتقول ي و مصد ستادي ها ارض ازا مصد يا بنات ومين كمان وشود حاستخدهمهم مع النصيحة بس تكون يصود نصيحة ما لها قوية مع النصيحة يا بنات اللي هو قوية نستخدم فيها يا بنات مصد ونستخدم فيها مين شود أما لما تكون ادفايس كويسة بنصحك كذا عادي ممكن نستخدم مين يا بنات اللي هو مين شد لحالها التنتين نستخدم مصد مصد أو لا مش تنتين مع بعض ممكن نستخدموا مصد أو شد برضو ممكن التنتين يا بنات نستخدموا ويكون هنا نصيحة قوية شد نفسها أو مصد بس مصد ساعتها بتكون ايش يا بنات أقوى شوية نشوف للشد انت كيف يا بنات لما تكون نصيحة سيئة لو قال لي شد اختاري ولا شودينت آه براو عليك حسب الترمية يو شودينت ويست تهدر ويست يور تايم وقتك يجب عليك أن تهدر وقتك ولا يجب عليك ألا تهدرين وقتك آه إذن أقول يو شودينت ولا يو شود يو شودينت يجب عليك أنصحك بألا إيش يا بنات إيش كلمة ويست يضيع آه صح إذن هنا يا بنات لما تكون آآ 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 يعني هذه هادي نصيحة إيش يا بنات سيئة لا تسوي هاش يعني انصحك انك ما تسويش كده بس تخدم شودنت انا بقولك انا بنصحك ما تعمل اش هيك تمام اذا نطلع بخلاصة يا بنات انه بعد بعد اللي هو الشود او الشودنت او المصد لازم نستخدم الفيرب في الانفينيتيف اذا واحدة حططتلي معاه تو لا اذا حططتلي الو اي ان جي برضو لا في تنتين يا بنات للنصيحة القوية اللي هم تنتين شودوا مين او بس بتكون احيانا يا بنات اللي هو مين مصد اقوى شوية اما التنتين التنتين مقبلات يعني انا في الخيارات يا بنات طب لو هذه الجملة يا بنات او هاي كمثال مثال خلينا نقول يا بنات او خلينا يو يكون حاجة ضرورية يا بنات وقالك استخدم يا بنات هانا ما تقولش هذا سر تل نقول لازم تخبر ولا ما تخبرش ساعتها اه ايه والله شودنت ولا يو مصند المفروض ينقول اي نقول يو مصند افضل اي نقول يو مصند نستخدمها بنات للحاجة ممكن ابنات حاجة اسمها حاجة للتحذير ويرنين بحذرك يو مصند تل اني وان لانها بنات اتس اسيكريت لانها حاجة حاجة ايش ما لها بنات سرية كويس نعم شوين تخبر لا بتكون وكا انا بقول لك اخبر هذا المفروض تقول على الاقل تستخدم شودنت على الاقل استخدم شودنت لو بتكيش تستخدم مصند لو خربطني صح انا انصحك ما تقولش لانها سر بس هو المفروض تقول يو مصند انا بحكي لك ما تقولش لحد تقول ليش مظبوط شدوا مصند تنتين لما تكون قوية خالص بس شود بتنتين انه انت شغلة ايش مالك انك تسويها وبنصحك فيها هم تنتين لان نصائح للعمل صح اما شودنت لا انصحك بعمل اما مصند يا بنات للتحذي لما اقول لك بحذرك ما تسويش تطلع كمان اقوى من شودنت اقوى من شودنت طيب قال لبنات طلعوا لي على الاسئلة في اكسيرسايز نمبر فور تحت تستظر المضيفة عشان تبدأ الاكل معاك هذه الجملة المفروض هذه صحيحة صح يجب عليك من الادب كويس انك تنتظر مظبوط اذا يجب صح فور هاستيس هنا الفيرب شد هنا يعني نصيحة انصحك انا نصيحة جيدة تطلب من الناس قديش بيكسبوا هادي مش كويس هادي جود ادفايس ولا بعد هادي المفروض بعد طيب يو مست اسك تطلب من الهوستس المضيفة اذا بدك تدقن تقولهم ممكن مي اي سموك كان اي سموك اذا هادا كويسة بنات يو مست مست وشد بنات تقول لما تكون الشغلة تكون نصيحة وتكون اشملها طوية اذا نختاروا للنجمة بنات طلعوا لي على النجمة بنات شوفوا لي اياهم we use should to say we think something نختار good ولا بعد في number one في النجمة الاولى شوفوا we use should بنستخدم should حطوا خط تحت كلمة should للgood ولا للبعد للgood حطوا تحت good في النجمة الاولى بنات في تنتين خيرات مديني كلمة a good ولا bad ايش نختار لها god اذا نستخدم should when we say لما نتكلم او we think نعتقدوا بأن الشغلة هادي ما لها بنات good good advice ايه we use should هادي ملهاش علاقة should هادي ملهاش عشان نقول نستخدم هادي الاستخدام بس لست شرح يا بنات مش جملة عشان نقول نستخدم و should لكي كلمة to يا بنات هنا لكي عشان نقول to say كي نقول اما هادي مش جملة يا بنات هادي شرح هادي مش جملة we use shouldn't نستخدم shouldn't to say للقول عشان انهابات حطوا خطة حت بادي بنات طيب we use must و should عشان strong عشان كلمة عشان نقول to give very strong advice عشان نعطي نصيحة قوية اذا نستخدم should لتنتين يا بنات should و must للنصيحة لسترونج القوية اذا مشتركات التنتين اما الاخيرة after should or shouldn't and must ايش بنستخدم infinitive with two ولا infinitive without two بدون the two عشان نستخدم infinitive حطوا خط تحت بدون the two مش infinitive with two يعني هنستخدم معها you should to wait ولا you should wait المفروض wait زي الجملة الاولى قال لي صحيحة you should to wait مظبوط ولا خطأ خطأ المفروض you should wait قال لي في الجملة التانية you shouldn't to ask برضو باشي للتو قال لي you must to ask برضو فورس ممنوع خالص يا بنات مظبوط اذا نطلع بخلاصة يا بنات انه should we shouldn't او must الانفريتيف وراهم احنا مغمضين خلاص و should للنصيحة القوية we shouldn't اللي هو something bad to do شغلة مش كويسة سويها و must بتسوي should احيانا لما تكون يا بنات نصيحة قوية عمو ممكن بس هنا هو بتدوش هنا الان بتدوش رحلك بس يجرب لك should مع must الاشياء في النصائح اكتر ما انه اللي هو ايش يا بنات اللي هو الالزام لكتير ناشي الخليفية ريحت فيها شوية اخفة يعني النصيحة بتختلف يا بنات لما انه انا اجبر واحد عن اني انصحه اجبار بختلف راتبوا للجملة الاولى يا بنات في exercise B مفرقات should arrive what time اسألوا ابدوا what time يا بنات should I arrive اذا نقلون اياها كمان مرة يا بنات exercise B what time ماشي الحال B exercise B يا بنات what time should I arrive B for B what time for B one what time should I arrive should على ايش الوقت المناسب اللي اجي فيه I arrive شوفوا لي number two بنات take I to eat should something I should to should I عبد السؤال سؤال should I should I take something to eat should I ممكن ااخد take something مااخد معايا شيء للاكل واحنا رايحي زيارة عند البريطان لا تخنيش تقوليش ماهي لا something لو قل لك صحح يا البنات should I to ask to smoke ايش يا بنات ايش شوفوا لي صححوا له الجملة هذي should I to ask ولا should I ask عطول آه برافو عليكم لازم هادا بنات يكون اللي هو من infinitive بدون من بدون تو ممنوع نستخدمها بنات الفعل في المصدر بزبط ايش تمام صح طيب روحوا لي يا بنات تعال ايقلبوا بليز the ten the page over صفحة 63 يا بنات exercise number 9 حطولي عليه take number number 9 and number 10 19 يا بنات بدنا اياهم سوال 9 في page في بيج يا بنات اللي هو page 63 تبري حدا عايز حاجة منهم هدولي بنات عايزين لهم اشي خلي هداك اه طيب روحوا يا بنات بليز جو تو بيج سكستي ثري روحوا لي يا بنات على هذا قبل ما نحل اللي فوق على في انفينيتيف اوف بيربوس انفينيتيف شايفين انفينيتيف عارفينه المصدر صح وين المصدر اللي هو الانفينيتيف المصدر اوف بيربوس مضبوط ايه قاعدة قاعدة تانية يا بنات اجرام ارتاني يا بنات انفينيتيف بيربوس معنات ايش غرد لغرد عشان عشان شغلة اكتبع كلمة انفينيتيف هادي بنات هنا انفينيتيف اوف بيربوس بتقول الجملة انا قلون اياها نمبر وان الاكزامبلز انا جيت اي كيم اي كيم هير كيم هير شوف انفينيتيف مع معنين مع الانفينيتيف تستاذي إذن هذه مع هذه بنات تستاذي انجليش أنا ديت ثانا عشان أدرس انجليزي نعم آنا بنات لو سألنا بنات سألنا مين سألنا بواي ليش انت جتها why did you come here في عندي كم حتقولي I came here to study English إذن تو يا بنات أكتب عليها هنا اللي هو روابط نستخدم فيه روابط للغرض يا بنات عشان نربط فيها اللي هو للغرض لكي معناتها لكي هيهم في عندي للغرض في عندي connectors روابط روابط لمين للبيربوس للغرض في يا بنات أول واحدة تو in order تو so as هذه مجموعة A الآن لو شفت يا بنات شفتوا في الجملة هذه تو وشفتوا وراها تو شفتوا وراها تو بتجيبي زائد يا بنات اللي هو مين الانفينيتيف المصدر الآن في روابط تاني يا بنات اللي هي بنات اللي فيها مين كلمة مين because لازم يكون وراها subject زائد يكون وراها مين verb فاعل وفعل لو قل لك الجملة هذه اللي فيها تو دخليلي عليها because طبعا حتقوله دكتور انا جيبت تو حطيت المصدر وراها لانه بعد تو أو in order تو أو so as تو التلاتة اللي معناهم هدول كلهم أبنات معناتهم لكي لغرض أبنات نعيدهم كمرة مرة كل اللي فيهم تو على طول بد أجيب وراهم المصدر يعني لو قلتلك I come here اختار بين تو وبين because أختار وراهم لقيت مصدر أخضرتو ولا because أختارتو لك لو because لازم أجيب وراها فاعل هاي subject وهجيب الفيرب يعني تقولي I wanted تو عشان أنا بدي أدرس انجليزي معنات تو تستادي لكي I wanted أردتو أن أدرس هي هي يا بنات بس المشكلة مع because أنه رابطة يا بنات بيكون بعديها subject وفيرب أما اللي معها تو بنعدي أنا وقلت لك هاد يا بنات كده عايزي حد عايز حاجة هنا بتجيبها من عندك بتجيبهم I wanted زي كده أصلي المثال هي مثال هي studded hard درس إش يا بنات بجد أه because he wanted to get high marks بدي يجيب علامات تعالي يا بنات مظبوط لو قال لك بنات دخلوا لي على الجملة هذه واحدة من الثلاثة هدول N قال لي استخدمي N order to أو استخدمت لحالها بنات إيش أحذف من الجملة هذه لو قال لي he studied hard أول حاجة وين رابطة بنات كلمة بكوز صاح في ورها فاعل في ورها فاعل إذا قال لي in order to بطر شي لبنات مين because واشي المين وهي wanted وعدي بس على قد كلمة مين in order to أو أخلي كلمة تو بأقبلها منك يعني إيش حصوي فيها الجملة هذه بنات حتخلص من because حتخلص من he وحتخلص من wanted وعدي على من هنا وخلص بسير الحل إيش بنات he started hard to get high marks نفس المعنى هي هي بس الجملة بنات اللي فيها تو جملة شلة منها الرابط بسير جملة simple بسيطة والجملة اللي فيها because طول لها شوية بسير جملة أعلى شوية اسمها معقد أكبر شوية كويس يعني لو قال لزي هيك يا بنات هذه أما لي إياها عليها بكوز شي ترافل سافرت تو إيجبت أبنات إلى مين تو فيزيت عشان تزور ها الريلاتيف من أقرب ها وين الرابط في الجملة بنات هذه اللي هو تو 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 صاح قال لك دخلي على الجملة هذه شي ترافل تو إيجبت بيكوز شي وانتي تو فيزيت هر كمان مرة قال لك دخلي لك حتقول شي ترافل تو إيجيبت حندقل الان بكل مت بكوز مين هي اللي نجيب وراها الفاعل هي شي أرادت إذا كلمة مين يا بنات لكن it wanted إذا بصير she wanted to visit she wanted to visit her إذا نقول الحل كمان مرة بنات she 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 to إيجيبت because because إيش من تكمل معايا آه she wanted to visit her her relatives موضحة بنات الآن لو قلتلك في الجملة هذه اللي ربطيلي بين بين because وبين to أختار because اللي فيها الجملة she wanted ولا أختار because اللي فيها she wanted هذه أختار because لكن هذه الجملة العطول اللي فيها to visit وقال لك مطرح تو حط خط له وقال لك because أختار two ولا because بختار two لأنه وراها الانفينيتيف إذن التنتين يا بنات هدول الروابط اللي هما two سؤال two تربط لغرض جمال بس الشرط يكون وراها مين يا بنات المصدر انفينيتيف عشان بكرة في الخيارات بكرة أقول لك ليش خربط قولوا دكتور آه هيتو وراها الانفينيتيف لكن اللي فيه وراها اللي فيه بكوز بدي بفاعل وراها مين مين اللي بتكون الجملة بنات البسيطة والنيات المعقدة الأولى ولا التانية تانية معقدة كبيرة والولانية سمبل الصغيرة براو عليه آه wanted خلاص she wanted she أي حاجة ممكن زي wanted وخلاص بمشي الحال إذا دبري أمورك في بمشي الحال she wanted أرادت she wished تمنت she liked أرادت أو تمنت أو كذا بمشي الحال المهم فعل أنه يكون بعد لبكوز فعل وفعل she wanted she wished أملت she hoped أملت أن تقابل بقبلها منك لازم تجيبلي بعد لبكوز subject تمام خلصنا 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 بنات يعطيكم العافية روحوا لي بس بس علموني معي على آخرية وخلاص يخلف عليكم بنات اليوم رجعنا قاعدة الشد والشود والمصد الشد للنصيحة النصيحة القوية والشود للباد والمصد مساوية مع شود وشرط قولوا نستخدم بعد الشود والمصد والشود تمام المصدر وخضنا بعض المفردات اللي بتخص الدعوات الى الدنر الهوست والهوستيس والجست والكده اخدناهم بعدين نضيفنا كمان قاعدة جديدة بنات انه ممكن اربط جملتين مع بعض برابطة التو بس الشرط يكون وراها انفينيتف اسم الغرض منها بنات اسمها كلمة بيربوس ليه الغرض لو قلك هذه جملت ايش بتربط بيقولوا جملة غرض آلي كي تو طيب في بديل عن توقع في كلمة بكوز بس مع بكوز بتكون الجملة معقدة كبرة لازم اجيب الفاعل ورا الفعل بأعملها منك كويس بنات رحوا لعا تمرين عشرة اي كيم واحد الاولى حالينها متنين تشوز اختاري بس في بي بس علموا على الخيرات وخلص يخلف عليكم تشوز بي تشوز ليش بتدرس انجليزي عشان تقولي تو ليش بتدرسي عشان تقولي because صح اذا لجملة الاولى في بي تسي تسي عيها بنات تسي وي 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 طبعا انفينيتيف مع تو والله انفينيتيف بدون تو لما نقول لما نقول انفينيتيف تو صح تو سطادي اذا انفينيتيف عايزو نحط له بنات اللي هو الانفينيتيف وذ ميل وذ تو اذا نحط له خط مش الانفينيتيف وباس تقولي استادي وخلص تو تو ايش تو استادي لازم المصدر مع تو صح اذا اختاروا الخيارات يا بنات